اشتركوا في القناة من مليمتر لثمونتاش أعلى نسبيا بباجاء وين وصلت إلى حدود 23 مليمتر كمية كانت من مليمتر لاثناش بولاية سليانا أيضا بالقاسرين وبالقيروان أمطار كانت محلية بسيدي بوزيد وببنزرت لم تتعدى المليمتران لهم كنا معانيين باستقرار نسبي فيما خلص درجات الحرارة حقص وليتراوحات من بين 29 إلى 35 درجة بولاية الشمال بالمناطق الجبلية الغربية وإيضا قرب سواحل تونس العاصمة سجنة فيها 35 وكانت من بين 35 إلى 39 ببقية الجهيات خصوصية الوضع الجوي نشوفه ممكن عادة من خلال تسلسل لصور القمار الأصناعي وتواصل موشرات الاثرابات الجوية وعدم الاستقرار اليوم اتكونت مجموعة من الخلايا العادية بالشمال وأيضا بالوسطة ولرفقتها الأمتار المتفارقة وديما أكدوا على خصوصية الخلايا العادية في العشرية الأخيرة لشرؤوت وحتى مع انطلاقة فصل الخريف ولتأثيرات تحت تكون محلية اليوم في أقصى شمال في بنزرت الأمتار كانت مواقة غزيرة ببنزرت المدينة وصلت إلى حدود 39 مليمتر مش بعيد برشا في بنزرت المحطة كمية الأمتار كانت في حدود 9 مليمترات الليل ان شاء الله باش نبقى معنين بتواصل نفس المواشرات أمتار متفارقة مواقة ترعادية وممكن تكون محلية غزيرة بالشمال وبالوسط الغربي مع تساقط البرد في أماكن محدودة درجة حرارة ليلا تكون من بين 20 إلى 24 درجة بالشمال وبالمرتفعات وتروح من بين 24 إلى 29 ببقية مناطق البلاد وديما أكت وتتقوى حدث وفعلية الرياح أثناء مرور وتكون سحب راعدية وتزيل سراتها مواقة 80 كم في الساعة يوم الغد ان شاء الله مواشرات الاضطرابات الجوية تبقى متواصلة ظهور سحب أحيانا كثيفة وليتكون مواقة راعدية مع أمتار متفارقة بكمية نسبيا هامة بشمال وأيضا بالوسط الغربي مع تساقط البرد في أماكن محدودة بشمال وأيضا بالوسط بدرجة أولى بالنسبة لمناطق الجنوب فمن المتوقع ظهور مجموعة من السحب العبرة قراءة سريعة لدرجة حرارقوس والمنتظرة اليوم الغد ونتوقع تزيل 33 في تونس العصمة 30 في جيد وطن القبلي 35 في زغوان أقل ببنزرت 31 درجة في مناطق شمال غربي نتوقع تزيل 33 في باجة في جندوبة 32 في سليانة أقل بالكاف 30 في مناطق الوسط 28 درجة بتالة بالقيروان 36 بجيدة ساحل بسوسة وبالمنسير نتوقع تزيل 31 درجة 30 في المهدية في عصمة الجنوب سفيقس وقرقنا 31 و34 في سليبوزيد أقل بدرجتين بالقسرين وبالنسبة لولاية الجنوب الغربي فبقفصا توقع تزيل 36 درجة 38 في توزر أيضا في كبلي في جابس 32 وببقية مناطق الجنوب الشرقي البلاد بجزيرة جربة تصل حرقوس والحدود 32 و32 أيضا في مدين 35 بتتوين و37 فرمادة بالنسبة للملاحة والسيد البحري بسوحلنا الشمالية منطقتين سيرات وخليش تونس ريح تكون في أغلبها من قطاع الغربي ضعيفة إلى معتتلة سراتها من 5 إلى 15 عقضة البحري يكون قليل الاضطراب وبالسوحل الشرقية ريح من قطاع الشرقي سراتها من 5 إلى 15 عقضة تصل إلى حدود 25 في فترة ما بعد ظهر بخليش جابس والبحري يكون قليل الاضطراب فمضترب بسوحل الجنوب الشرقي للبلاد كالعادة نمدوكم فكرة حول حد تقس ودرجة الحرارة ببعض المدن والعواسم الأجنبية نوكشت 31 درجة في نفس المستوى بالدربيضاء سحب عبرة بالجزائر 28 تقس في بيترابلوس 33 35 بالخرطوم بالقهران توقع تزيل 37 درجة بالبقال مقدسة تجوز الحرارة مستوى إلى 40 درجة سماء سافيا بالدوحة 38 42 في أبوذبي مسقة 34 حرارة في مستوى إلى 40 في الكويت وتوصل حتى 47 درجة في بغداد بدمشق 40 تقس في حرارة في مستوى أول الثلاثينات ببيروت بالقدس الشريف وأيضا بإسطنبول وبأوروبا توقع مواشرات الأمتار برومة 32 بعد سحب فيينا 29 سماء سافيا ببرلين أمستردام بريكسيل جونيف ومرسيليا 31 درجة بباريس 34 بمدريد وبلاشبونة 32 درجة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة يوم الأحد مازلت مواشرات الأمتار المتفرقة بالشمال وبالوسط موجودة ظهور سحب عبرة بمناطق الجنوب فيما خصى الجانب الحركي يحتكون من قطاع الشمال بالشمال الشرقية بالوسط وأيضا بالجنوب ضعيفة إلى مطدل البحر يكون هادئ وقليل الاثراب وتوصل درجة حرارة في نفس المستويات والتي هي 28 درجة 32 درجة بالشمال بالمرتفعات وأيضا بجية السحل أرقام تتروح بين 32 إلى 36 ببقية الجهات وتصل إلى 38 درجة بيقصى الجنوب بالنسبة لانطلاق الأسبوع القادم تمتاز بالهدوء النسبي ظهور بعض السحب في أغلب مناطق البلاد والتي ممكن تتكثف تدريجيا في فترة ما بعد ظهر بالمرتفعات نشاط مرتقب لريح الشرقية بالسوحلة الشمالية لبلادنا البحر يكون مضطرة بشمال قليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية وممكن سجدوا ارتفاع تفيف في درجات الحرارة معيدة شروق الغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة الخامسة و43 دقيقة غروبه في تمام الساعة السابعة مساء لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني لرسل الجوي موقع الويبتر ودبلو فيب وميتيو.تين تبعثوا ارسالية قصيرة ولا تصلوا برقم الموزع صوتي 884040 أوقات سالة اليوم الغد سالة صبح بداية من 14 دقائق ظهر من تسفنهار و29 دقيقة سالة العسر في الساعة 4 و4 دقائق قساة المغرب في الساعة السابعة ودقيقتان وصالة عيشاء بإذن الله في الساعة 38 دقيقة شكرا على حسن متابعة الاتمام نهاية أصبع مريحة للجميع اشتركوا في القناة